هذه التظاهرة التي الآن بدأت تتحرك بالفعل باتجاه مكاتب واشنطن بوست التي هي كما ترونها من خلفي هذه التظاهرة هي جاءت بطبيعة الحال احتجاجا على ما يسوقه الإعلام الأمريكي من أكاذيب سأحاول تحريك الكاميرا الآن وتقدم بعض الشيء إن أمكن لتشاهد معي الصورة كما هي من هذه التظاهرة التي شارك فيها العشرات من الشبان الفلسطينيين والعرب للتنديد بما يسوقه الإعلام الأمريكي كما يقولون من أكاذيب في محاولة لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية وكذلك أيضا نشر مزيد من الأكاذيب والتضليل بحق الفلسطينيين وهذا ما يزيد من مسائل الكراهية بحقهم وبالتالي هذه التظاهرة هي لربما تأتي واحدة من سلسلة تظاهرات متعددة في عدد من المدن الأمريكية نحن لا نتحدث فقط عن واشنطن بل أيضا هناك تظاهرات في لوس أنجلس تظاهرات كذلك في نيويورك بالإضافة إلى العديد من المدن الأمريكية وهذه التظاهرة التي تجري بطبيعة الحال وسط إجراءات أمنية لربما حقيقة الأمر هي إجراءات غير مسبوقة من انتشار عناصر الشرطة الأمريكية في محيط هذه التظاهرة في ظل جو مشحوم هنا داخل الولايات المتحدة وتحذيرات من أن لربما قد تحصل هناك بعض الصدامات لربما قد تحصل بعض الاعتداءات وبالتالي هناك بالفعل هذه التظاهرات تشير بشكل أو بآخر إلى حجم الغضب الذي يعيشه أبناء الجالية العربية هنا في الولايات المتحدة من جراء ما يقوم به الإعلام الأمريكي وبالتالي هذه التظاهرة هي عينة لربما من حجم الرفض الشعبي داخل الولايات المتحدة لما يسوقه الإعلام الأمريكي كما يقولون من أكاذيب من معلومات مضللة بهدف تشويه صورة الشعب الفلسطيني وبالتشويه قضية الفلسطينية وكذلك في محاولة منه بعدم السماح أو إعطاء العذر للفلسطيني ليدافع عن قضيته وبالتالي اليوم هذه التظاهرات هي تظاهرات عفوية تظاهرات لم تنقطع أبدا في الولايات المتحدة هي تمتد في عدد من المدن واليوم اختار هؤلاء المتظاهرون واشنطن بوس التي يعتبرون بأنها هي كانت واحدة من وسائل الإعلام الأساسية التي كانت ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين كما يقولون عندما نشرت هذه الأكاذيب وأيضا أيدت الروايات التي ساقتها الحكومة الإسرائيلية ومن خلفها كذلك الحكومة الأمريكية